في حظ معاك هي قوس الناس اللي حاسة ان هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش زي ما قولنا كل حاجة بتتغير اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية واللي حظه واقف هيبتدي يمشي القوس واضح ان هو المرحلة اللي فاتت كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي عجلة هتدور وهيحس القوس بالانحراف ده هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت به لحاجة احسن العقبات هتبتدي تقل المشاكل هتبتدي تقل هتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله الحاجات اللي هو داخل عليها في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوابعه مش شاير هي ايه واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة السلسية دي ان هو يحسنها ده معضوع تاني لا القرار ده يخص المادة اما ان هو يبيع يشتري يدخل انبسمند ده ولا ما يدخلوش ايه اللي يعمله بالضبط هو محتار الكارت ده النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس خد وقتك في التفكير واجمع المعلومات اجمع معلوماتك عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادر اخطاء فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا هيرجع وهيقدم لك شيء ممكن هيكون هيقدم لك نصيحة افتكر انه هيقدم لك نصيحة تجاه الموضوع ده الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك يعني حاول تسمع لي اه 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 انا معرفش القوس ما افتكرش ان هو من الابراج القيادية بس هو الايام دي واخد قيادة الكارتين دول بيدولوا على القيادة هنا انت المتحكم في مسارك هنا انت قائد انت اللي اه بتفكر لنفسك اهو بتفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان لنفسك تفكر وبتقرر لنفسك القطة اللي هنا دي افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك دي شخص موقف حركتك ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام واخت حد قريب منك بيقولك لأ حاسب لأ بلاش لا اوقف استنى فاهمين قصدي هو قلبه عليك هو بيحميك هو فكر ان هو بيحميك اسمع له طبعا واخد برأيه اكيد بس هو موقف الحركة بتاعتك بس برضو لابد تسمع له انه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يا قوس اسمع له هلخص القراية هنا فيها علاقة ثلاثية وللاسف يعني المعنى الثاني للكرت ملوش مكان في وسط القراءة دي هو ملهاش اللي كبير سوري يعني معتقدش ان هو احتفال لا ده مش احتفال دي علاقة ثلاثية في هروب من الحالة دي بتحاول تهرب ان انت متواجهاش وبتهرب تفكر لوحدك قاعد لوحدك وعمل بتفكر بس هتمسك زمام الأمور قريب جدا 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 عندك عجل تحظها الدور والدنيا هتبتيت تتغير معاك والحظة هيكون في اتجاهك وفي صلحك في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع العلاقة الثلاثية ده وممكن يكون حاجة تانية ممكن يكون انت بتعاني من مشكلة صحية مشكلة نفسية اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بتتعافى منها تماما يقص في حيرة لحاجة تخص المال دمع معلومات اوكي وفي صديق قديم او قريب ليك حد قريب بقالك فترة مشوفتوش هيجي ويقدملك نصيحة بالنسبة للموضوع ده ياريت تسمعنا ده ملخص القراءة القراءة حلوة ما فيها مشكلة هي بس موضوع العلاقة الثلاثية ده وواضح ان انت في الموضوع ده غزبة عنك مش بمزاجك يعني مش حاجة وحشة منك مش خيانة يعني بس انا حاسة الطاقة ووصلالي انه حاجة اتفرضت عليك تفهمين قصدي؟ مش عيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلكه يعني العقرب حاضر يا ألمى قريب قوي حبيبتي حقوله يا لودا مرسية روحي تسلاميني بلا بطيخة مرسية أم الحياة ألمى للحياة حاضر حاضر عقرب سلسية متوارته قول من الشيء ابتسام انا حستها من طرف القوس لان القوس بيهرب واللي بيهرب بيهرب لان هو حسنا هو عمل حاجة غلط ايه التعبان مرخيانة يعني؟ ممكن جدا ما قد انا قلته ممكن يكون حسس بتأنيه ضمير من الحالة اللي هو فيها صح عن زوجي اوكي يا هيام كويس اوكي يعني ايه علاقة ثلاثية النجوة يعني علاقة فيها تلت اطراف يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين اسمها علاقة ثلاثية ان شاء الله يا نورة اسلاميلي انت يا حبيبتي ايه ايه جاي هنا انس عمران انا مش فاهمة بتقول ايه فادوا حبيبتي انت ممكن تدخلي على جوجل ابتبي اللي انت بتقولي ده نسبة التوافق جوجل هيقولك هي ايه احنا هنا بنشوف الطاقة ما بين البرج والشريك بتاعه فهي انت يا قصدي الله يرضى عليكي محد يسألني السؤال ده بجد محدش يسألني سؤال ده ده سؤال هتلاقي وجدته على جوجل والله مقالات كتير اوي كانت باب مزاعدة نسبة التوافق والحاجات دي يا سانتو انا اللي بحبك اوي I love you too الله يحفزك باشكورك يا نجاتة التوريكي باشكورك حبيبتي الوتي كله صحي مرسي اميرة اوي باشكورك تانا ولا ممكن شخص تالت بيدخل بين الاثنين لا يا سلمة انا مش شخص تالت بيدخل بين الاثنين لا في علاقة او قلتلك مش رازم تكون علاقة كاملة ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني يا رب يا كريم وعليكم السلام يا كادا اهلا اقل من جوه الشخص من حد متواجد ومجرد حاجة بوانا مش اكتر انما مفيش علاقة سلسائية حلو جدا انا اقتلك يا دين انا مش لازم تكون علاقة كاملة خالص كلمة تقولوا عن الدالو كان صح مرسي يا جهان اه الدالو كان كاتراءة حظيعة انوالميديا ممكن برج العقرب قريب جدا يا فلاور توليب هي توليب مفروض قوية ولا مسك دواية كتير بشكرك يا مازن ان شاء الله يارب تكون بفايدة وتستفيد منها. دي اهم حالة. ما بيش حظ معي خالص. ليه يا لولا؟ ما احنا بنقول القوس اهو والقوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية. محمد لو عايز قراءة خاصة بليز ايبعت للصفحة ونقولك تعمل ايه؟ كيف نتوصل معك خاص ابتسمة بقاتي رسالة على الصفحة ورد عليكي حبيبتي. انا بقعتزل الناس على المسجات فبقالي فترة مش بقرأ المسجات بس هركز اكتر الايام دي. ترميش انتو علي جيب موست. محمد سو كاينة. طيب تعالوا نشوف الحالة العطفية بتاعته بقى. صح صح مرسية رانية كلوقتي صح. تحية ليتي بشكرك جدا يا محمود. بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالته العطفية ايه بقى بمناسبة العلاقة السلسية دي. بس هتبقى علاقته بقى بانهي شريك. مولف علاقة سلسية ده. يعني محير انا بركت. محير صراحة. محير صراحة. محير صراحة. محير صراحة. طيب القوس عايز ايه القوس في المرحلة دي عايز يبعد عايز يمشي اوكي عايز يمشي او او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراء وكل قارق بيشوف الكارت زي ما اتطاقها واصلاله انا التقطقط ما بتوصليش ان هو انفصال نهائي انا بتوصلي ان هو مجرد بعد يبعده شوي بحس ان كل واحد يفكر ويشوفه وعايز يعمل ايه القوس عايز يبعد شوي اوكي لان عنده الموق طالع نازل طالع نازل الدنيا عنده مش مستقر لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة يعني عنده شوية لخبطه نفسه في حالة استقرار يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها انا مش عارفة ايه الوضع لكن هو مش في حالة مستقر عطفيا كويس؟ القوس شايف شريكه ازاي؟ شايفه طاقة خير طاقة وخير من ربنا خير ربنا بعده انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا حاجة ما باوتها من ربنا وعصى فيها خضار ده بالنسبة لي خير يعني القوس شايف شريكه ان هو بيمده الطاقة الخير الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة حاسين بخسارة اللي اتنين ده حاسس انه خسر وده حاسس انه هو خسر ليه طيب طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات يعني شخصيات غليين على بعض طالما حاسيتو بالخسارة الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تامي ما فقدش الامل مش عايز يبعد عايز يشتغل عليها تامي وعايز يقدم لشريكه مشاعر يعني عايز يقدم له ده الـ Page of Cups عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه عايز يوري له مشاعر اكتر وشايفه ازاي شايفه اساسه كويس يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس بس هو محتاج شوية شغل عايز شوية تصبيت لكن هو في الاساس شخص كويس فيه بخل في المشاعر ما كله ماسك على مشاعر ومسيطر عليها الشهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تقبر متقبرين على بعض وزي ما تقولوا كل واحد انا عملتلك انا سوتلك انت مقدرتش انت معملتش لكن الشهر الثالث هيحصل حاجه فيه عملية ترويد لحد افتكر ان المتمرد دلوقتي هو القوس بما ان القوس اللي عايز يبعد هو اللي عايز يبعد فافتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده هو القوس هو اللي بيقزي العلاقة دلوقتي فحيبتدي شريكه يروده وحيروده بالراحة حيحاول يفهم هو عايز ايه حيحاول يقرب وجهات النظر ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز هيصلح بقى هيتدي يصلح العلاقات العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مزبوطة وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي واضح ان الشريك كان فيه تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة فادي له الحق ان هو يبتدي يفكر في حاجة تاني فالطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافو وعاف الله عما سلف ونبتدي نصلح وترجع على المية المجاليها وكما كنت زي ما قلتكم انتم حاسين بخسارة دلوقتي حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت واقع